هنا يقبع ثاني اكبر حقل في العالم. وبجانبه وحوله احتياطيات من الغاز تفوق ما هو موجود في النرويج. وهنا تجثم اكبر محطة لاستيراد الغاز في الشرق الاوسط. تستقبل شحنات قادمة من قطر ونيجيريا والولايات المتحدة. دولة صغيرة تنام على ثروات عملاقة. جعلتها دولة محورية في معادلة النفط العالمية. قبل نحو قرن من الزمن صدرت الكويت شحنتها الاولى. واليوم يدخل الى خزينتها عشرات مليارات الدولارات من تلك الصناعة التي اصبحت الاكبر في البلاد. لكن لماذا هي اكبر مستورد للغاز في المنطقة? ماذا تفعل بهذه الكميات الهائلة التي تستوردها? ولماذا لا تستخرج الغاز من ارضها? فيديو نروي لكم فيه مفارقة عجيبة بعيدا عن الفلسفة والوجودية وقريبا جدا من ثروات الاستثنائية عن الغاز والنفط في الكويت. في عام الف وتسعمائة وثلاثين اكتشفت الكويت ثاني اكبر حقل نفطي في العالم وهو حقل البرقان. وخلال اقل من عشر سنوات بدأت البلاد عمليات التصدير. في عام الف وتسعمائة وستين اصبحت البلاد واحدة من خمس دول شاركت في تأسيس اوبك. واليوم يمثل النفط ما يقرب من نصف الناتج المحلي الاجمالي وحوالي خمسة وتسعين بالمئة من الصادرات باحتياطيات تمثل ستة بالمئة من قيمة النفط السوقية العالمية. اي ما يعادل مئة وملياري برميل وهو السابع اكبر احتياطي. حاليا تبلغ طاقة الكويت الانتاجية حوالي مليونين وسبعمائة وخمسة الاف برميل يوميا. ووصلت قيمة صادراتها من هذه السلعة الاستراتيجية في عام الفين وواحد وعشرين الى ستة وخمسين مليار وخمسمائة واربعين مليون دولار امريكي. تدير هذه العمليات باكملها مؤسسة البترول الكويتية كي بي سي وهي مؤسسة مملوكة للدولة. ما بين عامي الفين وخمسة عشر والفين وعشرين اعلنت المؤسسة عن خطط استثمارية بقيمة مائة وخمسة عشر مليار دولار تقريبا في مجالات عدة. منها رقمنة حقول النفط الكويتية للتخفيف من تكاليف عمليات الاستخراج والتصدير باستخدام احدث التقنيات لمراقبة الحقول والتحكم فيها. الغاز وقود الكويت. تمتلك الكويت احتياطيات مؤكدة من الغاز تتجاوز ما هو موجود في النرويج. فقد بلغت احتياطاتها من الغاز الطبيعي تريليونا وثمانمائة مليار متر مكعب. لكن بالرغم من ذلك تعتبر البلاد واحدة من اكثر مستوردي الغاز في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. خلال الاحد عشر عاما الماضية قفزت واردات الكويت من الغاز الموسال بنسبة بلغت خمسمائة وثلاثة وثلاثين بالمائة. وفي عام الفين وواحد وعشرين استوردت البلاد سبع مليارات وسبعمائة مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. بزيادة كبيرة عن العام الذي سبقه. وهي زيادة مقلقة لبلد لا يزيد عدد سكانه عن اربعة ملايين ومائتي الف نسمة. فلماذا تستهلك البلاد الغاز بكميات كبيرة? من الاسباب الرئيسية هو اعتماد الكويت على الغاز بشكل اكبر للحصول على طاقة نظيفة بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الكهرباء في السوق المحلي. ففي يوليو من العام الماضي وصلت ذروة الطلب على الطاقة الى خمسة عشر فارز سبعة ميجاواط وهو رقم قياسي تصل اليه الكويت لاول مرة في تاريخها. وبحسب هيئات حكومية كويتية فان استخدام الغاز المسال بدلا من الوقود السائل لتولد الكهرباء وفر على الحكومة ما يقرب من سبع مليارات دولار خلال السنوات العشر الماضية. الامر الاخر هو سوء ادارة الموارد ومشاريع البنية التحتية. مثل حرق كميات كبيرة من الغاز المصاحب بدلا من تجميعه وتوفيره. يبلغ حجم ما يتم حرقه سنويا نحو مليار متر مكعب من الغاز وذلك بحسب الارقام الصادرة عن شركات النفط الكويتية. لكن وبحسب شركات غربية فان الغاز المهدر قد يكون اكثر من ذلك بكثير. ولتلبية الطلب المتزايد على الغاز في الكويت. انشأت البلاد محطة الزور وهي اكبر محطة استيراد للغاز المسال في الشرق الاوسط. توفر المحطة وقودا بمعايير بيئية عالية للحد من انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة. في عام الفين وتسعة عشر كان من المقرر الانتهاء من عمليات التنفيذ. لكن تسليم المشروع بشكل نهائي تأجل بسبب عدة عراقيل. مما ادى الى فقدان المؤسسة الكويتية تدفقات نقدية وصلت الى اكثر من ستة وعشرين مليار دولار. يتألف المشروع من ثلاثة مناطق رئيسية وهي المصفى ومرافق استيراد الغاز ومجمع البتروكيمويات. وستتمكن الكويت من خلاله من انتاج خمسة عشر بالمئة من حاجتها من الكهرباء. اي ما يعادل الفين وسبعمائة ميجا واب. بالاضافة الى عشرين بالمئة من احتياجاتها من المياه المحلة. بقدرة انتاجية تصل الى مئة وستين مليون جالون امبراطوري. وصل اجمالي ما استوردته الكويت عبر ميناء الزور خلال الاشهر التسعة الاولى من عام الفين واثنين وعشرين. الى حوالي اربعة ملايين وثمانمائة الف طن. ليكون ذلك رقما قياسيا جديدا للبلاد. غالبية هذه الواردات جاءت من ثلاث وجهات الرئيسية. هي قطر والتي استحوذت على خمسة واربعين بالمئة من اجمالي واردات الغاز. وتليها ليجيريا بنسبة اربعة وعشرين بالمئة. واخيرا الولايات المتحدة الامريكية بنسبة احد عشر بالمئة. والخطة النهائية للمشروع هي استلام اثنان وعشرين مليون طن من الغاز المسال سنويا. وهي ضعف الكمية التي تستهلكها المنطقة العربية. لكن بدلا من استيراد الغاز لماذا لا تستغل الكويت ثرواتها الباطنية? يعود سبب ذلك الى بداية اكتشاف النفط في الكويت بكميات كبيرة. فقد كان النفط السلعة الاهم في العالم. لذا اولت البلاد جل اهتمامها للنفط وتصديره. باعتباره اهم من الغاز. ويحتاج التنقيب في الوقت الحالي الى تكاليفة عالية وجهود كبيرة. لكن مع تذبذ بسوق اسعار النفط في العالم. خاصة بعد انتشار فيروس كورونا بدأت الكويت بمشاريع جديدة لاستخراج الغاز الطبيعي والصخري. لكنها لن تحصد النتائج الا بعد فترة طويلة. بسبب البطء في العمل الناتج عن ضغوطات على اقتصاد الدولة. وبحلول عام الفين وثلاثين تنوي الكويت زيادة انتاجها من الغاز الى اربع مليارات قدم مكعبة. وقبل ايام قامت بتدشين خط غاز استراتيجي بحجم اربعين بوصة. يربط بين ميناء الاحمد وشمال الكويت. وذلك لزيادة الانتاج وتلبية حاجات السوق المحلي. فهل تنجح الكويت في التخلص من اعباء استيراد الغاز? وتحقق الاكتفاءة الذاتية من هذه الصلعة الاستراتيجية? شاركنا رأيك في التعليقات. للمزيد شاهد من هنا ثروات الجزائر والمغرب.